وفي اليمن أدت العملية العسكرية الأولى التي أجازتها الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب في الشرق الأوسط إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء بالإضافة إلى مقتل جندي أمريكي وإصابة ثلاثة جنود آخرين وجاءت هذه العملية بعد أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الجديد مهام منصبه أكدت القيادة المركزية الأمريكية مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء خلال غارة جوية شنتها القوات الأمريكية يوم الأحد الماضي على مواقع تابعة لتنظيم القاعدة بمحافظة البيضاء وسط اليمن وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن القيادة تتعمل حاليا على تحديد ما إذا كان هناك قتلى وجرح آخرون جراء الغارة التي أسفرت أيضا عن مقتل القائد في قوات البحرية الأمريكية وليام أينز وإصابة ثلاثة جنود أمريكيين آخرين بجروح وضاف المسؤول الأمريكي إن الضحايا حصروا أثناء الغارة المحللون أن يكون الضحايا المدنيون قتلوا عندما تدخلت القوات الأمريكية لمساعدة القوات الخاصة التي نفذت العملية العسكرية عند الفجر والتي تمت محاصرتها من قبل المسلحين وتمت العملية بعد أسبوع على تولي الرئيس الجديد دونالد ترامب مهامه الرئاسية وكانت العملية العسكرية الأولى في الشرق الأوسط التي تحصل على ضوء أخضر من الرئيس الجديد وكان المتحدث باسم البيت الأبيض قد أقر يوم الأربعاء الماضي بأنه لا يمكن اعتبار أن العملية نجحت مئة بالمئة بسبب مقتل الجندي الأمريكي لكنها أتاحت الحصول على كمية هائلة من المعلومات حول تنظيم القاعدة على حد تعبيره